إذن نحن أمام عدة مصطلحات الحقيقة مصطلح رصيف إنساني معقد كما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن أو مصطلح ممر مؤقت أيضا إنساني كما يقول للتحاد الأوروبي لكن في أذهان الفلسطينيين وفي غزة تحديدا ميناء على سواحي الغزة لم يكن سوى حلم قديم يتجدد في كل حقبة تاريخية تشهد أزمة فيها القطاع ومع كل أزمة جديدة تتجه العيون إلى البحر كمنقذ عبر إنشاء ممر بحري يربط غزة مع قبرص التي لا تبعد كثيرا في عصور مضت سميت غزة بصندوق الخبز فقد كانت منارة تجارية تصدر شعيرها للعالم وتربط بساحلها على المتوسط آسيا بإفريقيا لم تدوم هذه النعمة في غزة وانقطعت مع وقوعها تحت الاحتلال عام سبعة وستين إسرائيل حولت تجارة القطاع إلى موانئها وخص أسدود في عقاب اتفاقات أسلو اعتمدت صادرات غزة ووارداتها على موانئ إسرائيل وكانت تتحرك عادة عبر معبر كارني المنطار الحدودي عاد الحديث من جديد عن الميناء عندما شيد عام 2000 ميناء بحري صغير في غزة بتمويل أوروبي لكن إسرائيل قصفته ودمرته تسبب فوز حماس في انتخابات 2006 وسيطرتها على قطاع غزة في توقف عملية التنمية الفلسطينية في شتى المجالات ومن ضمنها بناء الميناء بعدها بسنوات قليلة ترحت خطة لبناء جزيرة صناعية قبالة سواحي الغزة من موانئ بحرية وجوية ومحطة لتحلية مياه البحر يومئذ قيل إن الجزيرة قد تدار من قبل السلطة الفلسطينية تحت سيطرة دولية لمدة مئة عام لكن الخطة فشلت مجددا توالت المقترحات وكان من بينها مقترح بريطاني لإنشاء ميناء بحري في غزة تصل إليه البضائع بعد تفتيشها في قبرص غير أن نتنياه رفضه قالت الحكومة الإسرائيلية عام 2016 إنها ستوافق على بناء ميناء بحري في غزة تحت إشرافها ورقابتها ومع ذلك لم يتقدم المشروع ها هي فكرة الميناء يعاد طرحها من جديد بسبب الحرب على القطاع بإنشاء ممر بحري يربط ميناء لرانكا القبرصي بسواحي الغزة رغم أنها فكرة بدوافع إنسانية إلا أن مراقبين يرون أن إسرائيل تريد من خلالها فكر طباطها الاقتصادي مع غزة لتتنصل من التزاماتها كدولة احتلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر